اشتركوا في القناة كويس جدا وطبعا تقدريت الإضافات بتاعتك زي ما تحبي فيه مثلا اللي أنا ضيفت فيه وردة فيه اللي أنا ضيفت فيه شريط اللولي ده وممكن طبعا تضيفي وردة صغيرة ممكن ما ضيفيش حاجة خالص زي الفستان ده ما ضفتش ليه أي حاجة خالص اعتمدت على الوردة بس وعلى الفوم الجليتر اللي أنا استخدمته أنا استخدمته قبل كده وهنا استخدمته قماش الجوخ بس قصيته على شكل فستان ويلا نبدأ بقى مع بعض نشوف الفستان هنعملها ازاي أنا كل المحتاجات كده في البداية قطعتين على شكل مربع من قماش الجوخ ومن الفوم الجليتر هي مربع 3.5 في 3.5 طبعا القطعتين قد بعد ومش هحتاج هنا مسدس الشمع لأن الفوم ده فيه اللازق بتاعه هبدأ بقى بالقطعة الاولانية أنا هأسس الأول على قطعة قماش الجوخ هي اللي أقص عليها شكل فستان الأول بحيث أن أنا الأول أقص عليها شكل الفستان وبعد كده هي بتبقى في الظهر هي أكنها هي البطانة أنا على فكرة غسلتها الأول وممتازة ممتازة بس تتعاملوها بالطريقة اللي أنا بعملها دي أنا الأول بجيب قطعة قماش الجوخ بتنيها كده بتنيها نصين وبخلي الطرف الأول كده أزبطها بس الأول وخلي الطرف يبقى ناحية جوه أنا دلوقتي بقص الجزء بتاع الرقبة مجرد بس أن أنا باجي كده من الجزء ده وأعمل دوران صغير أوي وخلاص كده أدي الجزء بتاع الرقبة سهلة جدا على فكرة ولو رسمتي رسمة تانية برضو لشكل الفستان هتبقى كويسة بس يعني ده الرابق ديكي كذا مرة عليها وبجيب بقى الطرف التاني كده أعمله بالعكس أخلي الطرف ناحية بره وأعمل الجزء بتاع الدراع وبرده أخده بميل شوية كده ميل صغير يعني حاجة بسيطة ومن عند الميل ده أنزل بالمقص في الجزء بتاع الفستان اللي تحت وخلاص كده نقصت الجزء بتاع الفستان بمنتهى السهولة ولو ما زبطتش معاكي من أول مرة عديها مرة واثنين وثلاتة لحد ما يديكي الشكل بتاع الفستان اللي انت تحبي تاني خطوة بقى أنا بجيب الفوم الجليتر وبسبت عليه الجزء اللي أنا قصيته طبعا الجزءين قد بعض هشيل اللزق وهبتدي ألزق القطعة بتاعة قماش الجوخ عليه بالراحة بقى كده أسبته بحيس إن قطعة قماش الجوخ تبقى متغطية كلها بالفوم الجليتر هي جات على جنب شوية بس المهم إن هي تبقى مغطية الفوم الجليتر كله وأبتدي بقى أوصي بالمقص كده أمشي عليها أخد الجنبين الأول خلاص كده أنا فضيلي الجزء بتاع الرقبة هعمل الدوران بالمقص كده بالراحة وخلاص كده أنا قصيت الشكل بتاع الفستان الخطوة اللي جاية بقى هي أهم خطوة أنا بجيب الولاعة الخطوة دي مهمة جدا وبفضل أمشي بيها على أطراف الجزء اللي أنا قصيته من كل ناحية وكل جزء أمشي عليه بالولاعة لازم أدوس عليه كده بحيس إن الطرفين بتوع الطبقتين اللي أنا زقتهم على بعض يمسكوا في بعض كويس أنا زي ما قلت لكم جربتها قبل كده وغسلتها كمان والطبقتين ما نفصلوش عن بعضها خالص بس طبعا غسيلة يدوي سريع وخلاص كده أنا مشيت على كل الأطراف بالولاعة كل ما بمشي على طرف بدوس عليه ودي شكل بتاعها من الضهر فيش أي فرق بينها وبين الجلد الجليتر بعد كده بقى بجيب شريط ستان ده عرضه واحد سانتي ببتدي أعمل الحزام بتاع الفستان أنا اخترت اللون الأزرق بصراحة عجبني وببتدي ألف الستان عليه كده بحيس إن أنا أعمل شكل الحزام على الفستان بلفه لفتان وخلاص كفاية اللفتان دول هقص بقى الطرف واسبته في ظهر الفستان كده فاضلي بقى خطوة أخيرة أثبت عليه الوردة الوردة ده على فكرة موجود ومتوفر عند أي خردواتي هو بيتباع بالمتر يعني المتر بيبقى جاي بالشكل ده مثلا أنا جايب منه ألوان كتير قوي المتر بيبقى فيه تقريبا 12 واحدة المتر بـ 12 جنيه يعني الوردة من دول تبقى بجنية هبتدي بقى أثبت الوردة بس هي طبعا وغدة شكل وردة أنا عايزة أزبطها بحيس إن هي تبقى وغدة شكل الفستان فأنا هخلي الطبقات كده كلها تبقى على بعضها وهسيب جزء منهم جزء من الوردة وهبقى مجهزة خيط وإبرة طبعا يستحسن يكون لون الوردة وهبتدي أثبت الطبقات كلها في بعض بحيس إن هي ما تاخدش شكل الوردة اللي هو المنفوش وهبتدي أثبت كده جزء صغير والطرف ده أنا سايباه هستخدم طبعا مسدس الشمع عشان أثبته وخلاص بقص الخيط هو تثبيت سريع وبجيب مسدس الشمع على الجزء ده أحط نقطة شمع بسيطة جدا جدا وسبت الجزء اللي أنا كنت سايباه ويعملي شكل الفستان بالشكل ده أثبت بقى شكل الوردة عشان تدي شكل الفستان وحط جزء بسيط من الشمع على الحزام اللي عملته وسبت عليه الوردة بحيس إن يبقى يعني هثبت عليه وردة كده صغيرة الوردة الفاضي دي اللون الفاضي طبعا لايق مع الأزرق قوي هثبتها كده على جنب يعني أضفها لذيذة بصراحة وخلاص هثبت عليه الوردة هدوس عليها بس شوية كده وخلاص كده أنا خلصت شكل الفستان عايزة أثبته بقى ادي كتعة قماش جوخ على شكل دايرة 2 سنتي وبايجي في ظهر الفستان أنا مش عايزة أثبته على الطوكة على طول لازم يكون فيه فاصل وكمان يبقى الشكل كويس من الظهر بسبت الدايرة وبجيب طوكة أستك أو على حسب ما أنت عايزة تثبتي أنا عجبني اللون الأزرق ماشي مع لون الفستان استبدلته بصراحة أنا كنت مختارة اللون الأسود وأثبتها بالراحة كده أثبت الأستك على الشم وأفضل حرك إداية عشان أوزع الشم عليه وخلاص كده مش عامل فيها أي حاجة تاني شكله رقيق قوي جميل أشيل بس أي زواية شمع عندي وكده خلصت شكل الفستان دا هوريكم بقى إزاي نسبت الفستان على الطوكة تيك تاك أنا اخترت اللون الأسود هيبقى ماشي مع التوكة أدي التوكة تيك تاك 4.5 سنتي تقريبا وقطعة قماش جوخ أصيها على شكل دايرة بس دي صغيرة طبعا دي صنتي ونص تقريبا صنتي ونص طبعا كفاية عشان ما تبقاش باينة من تحت الفستان بتنيها كده من المنتصف وبعمل فتحة صغيرة قريب من الطرف بتاع الدائرة مش من المنتصف أهو بالشكل دا قريب من الطرف فتحة صغيرة قوية أقل من نص سنتي بحيث أن أنا الفتحة الصغيرة دي قاعد ديها من الجزء المعدن بتاع التوكة تيك تاك وافضل أخليها تروح لحد نهاية التوكة بالشكل دا وبشوية شمع بقى بسبت قماش الجوخ في التوكة وكمان شوية شمع ولسه ما نشيفش طبعا فرصة أن أنا لزق فيه التوكة دي اللي أنا كنت عاملها الأول شكل مختلف شوية يعني قصة الفستان أصغر شوية بدوس عليها لحد ما الشمع ينشف وبشيل أي زوايد موجودة عندي ولو كانت زوايد الشمع نشفة شوية أو مش عارف أشيلها أنا طبعا بشيلها بالراحة واحدة واحدة بس لو كان زوايد الشمع نشفة شوية أقدر استعين بالولاعة أمشي عليها بالولاعة كده بالراحة جدا هلاقي كل زوايد الشمع البسيطة دي اللي نشفت بتسحبه منطها البساطة وخلاص كده مش عامل فيها حاجة تاني أنا ما عملتش لها أي إضافات ودي تقفلها من الظهر جميل طبعا أنا صغرتها شوية عشان تبقى مناسبة للتوكة ودي البقين اللي أنا عملتهم طبعا النوعي في التزيين زي ما تحبي أنا في حاجات محطتش عليها أي تزيين خالص والفستان شكله جميل زي دا ما فيوش أي حاجة والإضافات طبعا تكون إضافات بسيطة وغير التوكة التيك تاكل أستك تقدر تسبتيها على أي توك أنا بس بسبتلك كمثال ودي اللون الأزرق وتقدري ما تعمليش فيها أي حاجة خالص وتستخدمي قماش الجوخ بس برضو جميلة جدا جدا بس طبعا يكون قماش جوخ متماسك شوية والفوم والجليتر دا طبعا هتلاقوه متوفر في كل المكتبات ودي شكلين طبعا الفستانين مختلفين عن بعض ارسمي رسمة الفستان اللي تحبيها أنا عملت الفستان الأزرق دا كان زي مقاس الأصفر بالزبط وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ياروب تكون التوك عجبتكو كده زي ما هي عجباني لحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم فرعاية الله